بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة تكليف وإدارية واحد حسب 310 الوحدة الثالثة نظام تكليف الأوامر الإنتاجية جب أوردر كاستن في هذه الوحدة نتناول المحتويات التالية نظام تكليف الأوامر الإنتاجية المفهوم المشكلة الرئيسية في نظام تكليف الأوامر الإنتاجية كيفية حساب التكليف الصناعية الإضافية المحملة فروق تحميل التكليف الصناعية الإضافية معالجة فروق تحميل التكليف الصناعية الإضافية أمثلة تطبيقية نبدأ بعون الله نظام تكليف الأوامر الإنتاجية المفهوم جب أوردر كاستن نظام تكليف الأوامر الإنتاجية المفهوم جب أوردر كاستن حيطبق هذا النظام في الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التي تعتمد على تعتمد عليه تحديد دقيق وواضح من قبل العميل للمواصفات التي يرغب في تواجدها بالمنتج الذي يشتريه يميز نظام تكليف الأوامر الإنتاجية أن المصنع أو الصناعات تعمل هنا بناء على التحديد الواضح والدقيق من قبل العميل للمواصفات التي يحددها أمثلة الشركات التي تطبق نظام تكليف الأوامر الإنتاجية من أمثلة هذه الشركات شركات تصنيع الأثاث شركات تصنيع الأهذية شركات تصنيع الملابس الجاهزة وكلها صناعات تتوقف على المواصفات التي يحددها العميل بمعنى أن المصنع لا يستطيع أن ينتج إلا عندما تصل إليه طلبيات معينة من العميل محدد فيها المواصفات بدق المشكلة الرئيسية في نظام تكليف الأوامر الإنتاجية job order costing main problem المشكلة الرئيسية في نظام تكليف الأوامر الإنتاجية job order costing main problem نعرف منين حيث أن مجموعة الأوامر يتم تصنعها في وقت واحد داخل مبنى المصنع لذلك تظهر مشكلة التكاليف الصناعية غير المباشرة الأوامر كلها بتتصنع في وقت واحد فكل الأوامر بتحتاج لخدمات الإضافية من صيانة وتزييد وتشحيم ووقود وغيره فعايزين نحدد نصيب كل أمر من هذه التكاليف الصناعية غير المباشرة والتي يتم تقدرها مقدما بنقدرها مقدما وتحمل الإنتاج تحت التشغيل وتسمى تكاليف صناعية إضافية محملة وذلك بسبب اشتراك عدد من الأوامر التي تصنع في نفس الوقت من الاستفادة من خدمات التصنيع الأخرى بخلاف المواد المباشرة والأجور المباشرة كيفية حساب التكاليف الصناعية الإضافية المحملة How to calculate factory overhead costs أول حاجة ندور عليها أسس التحميل Loading Basis يعتمد حساب التكاليف الصناعية الإضافية المحملة على أساس التحميل المناسب والذي قد يكون ساعات العمل المباشر Direct Labor Hours ساعات العمل الآلي Machine Hours تكلفة المواد المباشرة Direct Material Cost تكلفة الأجور المباشرة Direct Labor Cost التكلفة الأولية Prime Cost دي خمس أمثلة لأساس التحميل المناسب اللي قد يكون ساعات عمل مباشرة أو ساعات عمل آلي أو تكلفة مواد مباشرة أو تكلفة أجور مباشرة أو تكلفة أولية نذكر البعض أن التكلفة الأولية هي مجموع مواد مباشرة زائد أجور مباشرة معدل التحميل Predetermined Overhydrate معدل التحميل كما يعتمد حساب التكاليف الصناعية الإضافية المحملة على أساس التحميل المناسب فإنه يعتمد أيضا على معدل التحميل يبقى عشان نحسب التكاليف صناعية الإضافية المحملة عايزين حاجتين عاوزين أساس التحميل المناسب اللي شفناه في الصفحة السابقة وأيضا معدل التحميل المحدد مقدما ده رقم اثنين يبقى عاوزين نحددهم علشان نحسب التكاليف الصناعية الإضافية المحملة أساس التحميل المناسب هو إيه؟ وشفناها في الصفحة السابقة ساعات عمل مباشر، ساعات عمل آلي، تكلفة مواد مباشرة، تكلفة أجور مباشرة، تكلفة أولية شيء الثاني اللي عايزين ندور عليه؟ معدل التحميل المحدد مقدما على أساس تقدير والذي يحسب بالعلاقة الرياضية التالية معدل التحميل بتحسب إزاي؟ التكاليف الصناعية الإضافية المقدرة أو المخططة على أساس التحميل التقديري أو المخطط البريد ترمين أوفرهيد ريت، اللي هو معدل التحميل المحدد مقدما بيسوي الباجيت أوفرهيد كوستس على الباجيت بيسيس